في أوقات الأزمات تكثر الخرافات بل تكثر الأمور المناقضة لعقيدة الإسلام والعقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم ومن ذلك ما ينشره البعض من أخبار المنجمين وما يتكلمون به عن المستقبل وبعض الناس يأخذ ذلك على محمل التصديق والإيمان بأخباره هذا والله من أعجب العجائل إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس قال عنه ربه سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسن يسو فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو سيد الناس وخير الخلق وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام الذي أوتي ملكا لم يؤته أحد من قبله ولن يؤته أحد من بعده يقول له الهدهد وهو الطائر الضعيف أحط بما لم تحط به الهدد يعلم علم يقين أن البشر لا يعلمون الغيب لذلك قال هذه المقالة لسليمان أحط بما لم تحط به يعني أنا أعلم شيء أنت لا تعلمه لذلك سني يراجع نفسه ولا يشعر مثل هذه الترهات ويصدق مثل هذه الأخبار فإن علم الغيب اختص به ربنا سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون تستقبل جمعية دار البر زكاة أموالكم وصدقاتكم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني دار البر دوت اي اي وعبر التطبيقات الذكية ومن خلال الرسائل النصية وأيضا التحويلات البكية لحسابات الجمعية الهاتف المجاني ثمانمائة سبعة تسعة خلك في البيت لا تشلونهم اشتركوا في القناة